السلام عليكم طلاب الصفة الخمس العلمي الأعزاء ورحمة الله وبركاته ودرس جديد من دروس مادة الأحياء على قناة البغداد المميز وطلابنا الأعزاء اليوم درسنا عن مكونات الجهاز اللانفاوية بعد أخذناها فقط تعداد بالدروس السابقة اليوم رح ندرسها بشكل شامل ومفصل أولا هو يتكون من أوعية لانفاوية ممتدة على طول أنحاء الجسم كلها هذه الأوعية اللانفاوية مثل ما تشوفوها وأقد لانفاوية وأجهزة لانفاوية الأقد اللانفاوية موجودة أكثر شي تحت الرقبة وبين الأبطين وفي المنطقة الصدرية والمنطقة البطنية أما الأجهزة اللانفاوية مثلها هي غدة الصعترية والطحال طبعا نخاء العظم من ضمن الجهاز اللانفاوي لأنه هو يكون لنا بعض الخلايا سنرح نشوفها بالشرح مالتنا سنجد الأوعية اللانفاوية تمثل جهاز باتجاه واحد يبتدأ بالشعيرات اللانفاوية هذه الشرحناها الدرس السابق شعارات اللانفاوية هي عبارة عن أوعية دقيقة مغلقة مغلقة النهاية تقوم بامتصاص ونقل السائل النسيجي الزائد الذي يحتوي على الأكسجين والمغذيات وغير ذلك من المواد التي تمثل نواتج بلازمية وخلوية مثل الأنزيمات والهرمونات والفضلات والسائل الذي يوجد في هذه الأوعية يعرف باللمف إذن السائل بالأوعية اللانفاوية نسميه باللمف تتصل أو ترتبط الشعيرات اللانفاوية لتكون أوعية لانفاوية يعني تتصل الشعيرات اللانفاوية مع بعضها لتكون أوعية لانفاوية تكون أوسع خطرا وأكبر حجما من الشعيرات اللانفاوية هنا نجي بعد تصب الأوعية اللنفاوية في قناتين لنفاويتين هي قناة اللنفاوية اليمنى والقناة اللنفاوية اليسرى قناة اللنفاوية اليمنى والتي تتسمى بالقناة الصدرية وهذه القناة تعيد اللنف من جزء الأيمن من الرقبة والذراع الأيمن والنصف الأيمن أيضا للرأس النصف الأيمن للرأس وهذه تصب في الوريد تحت الترقوي الأيمن هذا عظم الترقوي إذن الوريد تحت الترقوي الأيمن اللي هي الصب فيه بينما القناة اللنفاوية الثانية هي أكبر من عدها وتسمى القناة اللنفاوية اليسرى هذه تصب فيها دم من كل أنحاء الجسم من كل أنحاء الجسم فقط هذا يقولها هي يقولون هنا بالكتاب أنه الذراع الأيسر والجهل اليسرى من الرقبة والنصف الأيسر من الرأس وباقي أنحاء الجسم هي الحقيقة تصب من كل أنحاء الجسم فيها اللنف زين نجي لو عيال اللنفاوية لها نفس خطة بناء التركيب الأوعية اللنفاوية وهي تحتوي في بطانتها صمامات تسمح بحركة الدم باتجاه واحد إذن الصمامات الموجودة باللنفاوية شنو وظيفتها تسمح بحركة اللنف باتجاه واحد تمنع عودته إلى الخلف نجهزة ثانيا للأعضاء اللنفاوية اشتشمل الأعضاء اللنفاوية تمتاز الأعضاء اللنفاوية بإحتواءها على أعداد كبيرة من الخلايا اللنفاوية وهي نوع من الخلايا الدم البيض اللي شرحناها بدروس سابقة وتلعب دوراً هذه حيوياً في المناعة وبشكل عام هناك نوع عين من الخلايا اللنفاوية الموجودة في الجهاز اللنفاوي نسميها الخلايا اللنفاوية نوع B وخلايا اللنفاوية نوع T الخلايا اللنفاوية نوع B تنشأ في نخاع العظم الغدة الصعترية الغدة الصعترية هذه الموجودة أمام القلب في المنطقة الصدرية نخاع العظم الأحمر نخاع العظم الأحمر أيضاً يكون من ضمن الجهاز اللنفاوية ونخاع العظم الأحمر من شبكة من ألياف نسيجية من النسيج الضام التي تدعم الخلايا الجذئية وأصولها والخلايا الجذئية هي المسؤولة عن تكون خلايا الدم وبعض هذه الخلايا تصبح من نوع خلايا الدم البيض المتمثلة بالخلايا العدلة والحمضة والقعدة والخلايا اللنفاوية والخلية الوحيدة أهم الشيء بهذه الخلايا هي الخلايا اللنفاوية هذه ليش اختصاصها تشارك في مناعة الجسم نجه السهنانة على الغدة الصعترية نرجع لها تتموضع الغدة الصعترية في التجويف الصدري مثل ما تشوفوها هنا في التجويف الصدري بين الرغامي والقص عظم القص والجهة البطنية من القلب يعني أمام القلب وهذا الغدة المسؤولة هي عن تكوين الخلايا اللنفاوية نوع T اللي هسه شرحناها تنتج الخلايا الغدة الصعترية هرمون يسمى بالثايموسين الذي يساعد على نضوج الخلايا اللنفاوية من نوع T ولذلك فهذه الغدة مهمة بالنسبة للمناعة لدورها المهم في انضاج خلايا T إذن أدنى نوعا من الخلايا في الجهاز اللنفاوي قلنا هي B اللي تنتج في النخاء العظم الأحمر وتي تنتج في الغدة الصعترية والغدة الصعترية تفرز إذن هرمون يهرمون الثايموسين الذي يساعد على أنضاج وتنشئة خلايا من نوع T نجهز الأقض اللنفاوية الأقض اللنفاوية تراكيب صغير يتراوح قطرها بين 1 إلى 25 مليم وهي تنتشر في معظم أنحاء الجسم في مسيرة الأوعية اللنفاوية على الأوعية اللنفاوية موجودة أقض اللنفاوية دائما ولسيما في المناطق تحت الأبط والرقبة وعلى طول الأوعية الدموية في الصدر والبطن هنا يعد الطحال أكبر الأعضاء اللنفاوية وهو يقع بين المعدة والكلية اليسرى والحجاب الحاجز ويحاط بمحفظة مكونة من نسيج ضام كثيف يحتوي على بعض الألياف العضلية الملساء ويمتد من المحفظة عدد من الحواجز إلى داخل الأضو لتقسمه إلى فصيصات تمتلئ المسافة بين الحواجز هذه بنسيج لنفي يدعى باللبو الطحالي ويتمثل باللبو الأبيض واللبو الأحمر طلابكم ملاحظة قلناها بالدروس السابقة لأنه في الجهاز الدوران للإنسان أدنى شرايين وأورده وبين شرايين وأورده أوعية دموية شعرية عند وصول الدم إلى أوعية شعرية الدموية قلنا الأوعية شعرية الدموية شبهة يكون الغطاء مالتها أبارعاً غبقة واحدة من الخلايا هذه تسمح بمرور بلازمة الدم والمواد الغذائية والأكسجين وغيرها المواد بالتسلل من هذه لوعية شعرية الدموية إلى السائل النسيجي هو إلى الأنسجة هذا السائل اللي رح يسلل إلى الأنسجة يسمى بسائل النسيجي هو هذا أبارعاً اللنف اللي باليوم يترسب من كل جدران لوعية شعرية الدموية باليوم ما يكافئ 20 لتر باليوم والواحد يرجع من عدة 17 لتر وتبقى فقط 13 لتر تذهب إلى الجهاز اللنف بالحقيقة اللنف يسير في الأوعية اللنفية باتجاه معاكس للدم أما رجع فيعتمد على انضغاط العضوات الجسمية واللي يترجعها بواسط هذا الضغط تضغط على الأوعية اللنفاوية وتودي إلى الأجهزة اللنفاوية وشكراً لكم على المتابعة طلابنا العزاء وأرجو نشر الفيديو ومشاركته مع باقي الطلاب لتعام الفائتة ترجمة نانسي قنقر